اشتركوا في القناة القمر موجود في برج الدرو في منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والظفر والعقد ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة 9.46 دقيقة مساء من مساء ليلة الخميس هاي الليلة اللي ببث فيها الحلقة ورح ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في برج الدرو فتأثير رح يكون على جميع الأبراج دون استثناء نشعر الآن ان بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا فيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز وتجربة طعام جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وسبعة دقائق مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة لخلو المسار فالقمر بما أنه في الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم 19-12 بيبدأ في تمام الساعة 8-44 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12-38 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر القمر طبعا الهلال الجديد أربع أيام في تمام الساعة 7-56 دقيقة صباحا بيصبح خمس أيام نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 85% القمر في الدلو حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 20-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 81 سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3-2023 حكينا ننتقل يوم أمس في حلقة الأمس وذكرنا تأثيراته على جميع الأبراج هو منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% إبلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم إشي أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس طبعاً حاول أنك تنجز كل الأشياء الضرورية لأنه غداً انتقال قمر رح يصير في الحوت في بيت متاعبك فالفترة رح تكون صعبة اللي هي الفترة القادمة برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم في نوع من أنواع المفاجأة خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة تتطلب منك التركيز بشكل جيد وضبط العصب برج الجوزاء بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات البعيدة أو ممكن تشارك في حفل أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة وممكن اتصالات مع أجانب أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر والمصالحات باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أو موضوع قرود برج الأسد ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف آخر ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات القمر في مكانه مقابلك تماما بعزز أمور الشراكة ولكن بيجعل طاقتك ضعيفة حاول أنك تنتبه لصحتك برج العذراء ببدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إدارة العدوات وأهمال وضعك الصحي خذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراختك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة الأجواء جيدة للحب والمغازلة وحتى تجربة الحضوط تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجد تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف الإضافية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالاتنقلات والاتصالات بشكل كبير خلال هذا النهار برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة بتعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن معنويات بشكل ملحوظ برج الدلو تبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحود بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء اي جديد ولا تسمح للقلق انه يسيطر ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر